السلام عليكم مرحبا بكم في قناة القراويين OpenCourseWare في إلكترونية السيارات وخاصة Power Electronics للسيارات يعتمد كثيرا على ما يسمى بالموسفت والIGBT فالموسفت هو Unipolar Transistor على عكس Bipolar Transistor أو BGT والIGBT هو مزيج أو combination ما بين Bipolar Transistor والUnipolar Transistor أي combination ما بين الموسفت والBipolar Transistor واللي كي تتحكم في الموسفت وفي الIGBT أي التحكم بالموسفت ما بين الGate والSource كي يتم فتح أو إغلاق الموسفت وكذلك بالIGBT اللي كي تتحكم في الGate Emeter اللي كي تغلق أو تفتح الIGBT يلزمك ما يسمى بالGate Drivers فما هو الGate Driver؟ فكتعرف أولي للGate Driver ما هو إلا الانترفيس الذي يتواجد ما بين Signal Processing Unit في هذه الحالة مثلاً المايكرو كنترولر أو FPGA أو DSP أي العقل الذي يريد التحكم في الPower Switch في هذه الحالة الPower MOSFت ولا الIGBT أي هو إنترفيس ما بينهما أي ما بين Processing Unit والPower Switch فلماذا أحتاج لهذا الانترفيس؟ لماذا لا أستطيع التحكم مباشرة بمساعدة المايكرو كنترولر في الموسفت مثلاً؟ هناك بعض الموسفت يسموا ب Logic Level MOSFET ممكن لك أن تتحكم به مباشرةً من الأوتبوت للمايكرو كنترولر فالمايكرو كنترولر غالباً يعطيك يعني الأوتبوت للمايكرو كنترولر سواء كانت Digital Output أو لا Analog Output يكون جهدها كجهد الPower Supply للمايكرو كنترولر فإن أعطيت المايكرو كنترولر 5V يعطيك 5V في الأوتبوت إن أعطيته 3.3V يعطيك 3.3V أي هنا في الأوتبوت يكون عندك إشارة أي Logic Level تكون ما بين 0 و 3.3V أو 5V مثلاً وبالنسبة بالنسبة للموسفت اللم يكن Logic Level موسفت أي كان Power Mousfet فغالباً ما تحتاجهون إلى نقول مثلاً 15V وكذلك ما بين الـ والأمتر للـ RGBT هذا بالنسبة لل-on لما تريد أن يمر به التيار لكن في الـ لما سيغلق تحتاجه مثلاً للـ 0V أو ناقص 5V لذلك فأنت تحتاج لهذا الـ Gate Driver فإن دخلت له 3.3V أو 5V يخرج لك 15V فهذا هو أول عمل لهذا الـ Gate Driver أي أنه يعمل Level Switch أي يحول لك Logic Level إلى الـ الذي يحتاجه إليه Power Mousfet أو IGBT لذلك فالعمل الأول للـ Gate Driver هو ما يسمى في الإلكترونيات بـ Level Shifter أي أنه يعمل Level Shifting لكن فهذا لن يكفي فإن تطرقنا مثلاً إلى Power Mousfet فالـ Power Mousfet هو ما بين الـ Gate والSource توجد Capacitor CGS وما بين الـ Gate والدرنت يوجد كذلك Capacitor CDS هذلك Capacitors غالباً أن تجدوا قيمها بـ Data Sheet للـ Power Mousfet ويكون الجمع بينه ما هو ما يسمى بـ CIS فلكي تستطيع أن تعمل Switch On لهذا المousfet أو Switch Off فيجب عليك أن تستطيع أن تشحن أو تفرغ هذا الـ Capacitor بالتالي فأنت تحتاج هون أو Gate Driver يحتاج أنه يعطيك High Big Current عند الشحن وكذلك عند التفريغ لكي تستطيع أن تعمل Switch On و Switch Off للمousfet أو الـ IGBT بسرعة فعلى سبيل المثال فأنت ممكن أن تحتاج هنا إلى 30 ميلي أمبير بالنسبة لل Power Mousfet أو 40 ميلي أمبير بالتالي يجب على هذا الـ Gate Driver أن يعطيك هذا التيار في ظرف وجيز كي تستطيع أن تتحكم بالـ Power Mousfet أو الـ IGBT بسرعة لأن هذا مطلوب في Power Electronics لذلك فالدور الثاني للـ Gate Driver ما هو إلا أنه سيكون مدخم أو Amplifier لكي يعطيك High Pulse Current هون لكي تستطيع أن تتحكم بسرعة في هذه الـ Input Capacities الموجودة بمدخل الموسفت وبالتالي فهي كذلك موجودة بمدخل الـ IGBT لأن مدخل الـ IGBT ما هو إلا الموسفت بالتالي فالدور الأول هو أن الـ Gate Driver يحول من Logical إلى الـ Level الذي يحتاج له الـ Power Mousfet أو الـ IGBT والدور الثاني هو التدخيم لكن فهذا كذلك ليس كافي فهناك شيء مهم كذلك بالـ Power Mousfet وبالـ IGBT وهو أن الجود ما بين الـ Gate والـ Source بالـ Power Mousfet والجود ما بين الـ Gate والـ Emeter بالـ IGBT يجب أن يكون أصغر من قيمة ستجدها بـ Data Sheet للـ Power Mousfet مثلا أو للـ IGBT ما على سبيل مثال 20V زائد نقص 20V بالتالي فالجود ما بين الـ Gate يجب أن يبقى في هذه القيمة وبالتالي فضور الـ Gate Driver كذلك يجب عليه أن يتحكم ما بين الـ Gate والـ Source أو الـ Gate والـ Emeter كي يكون الجود أصغر من قيمة مثلا 18V فإن لم يتحقق هذا فـ Power Mousfet والـ IGBT ممكن أن يحصل لهم ما يسمى بالـ Gate Oxid Breakdown وبالتالي فالـ Power Mousfet أو الـ IGBT سيخربان لذلك فضور الـ Gate Driver كذلك الحماية من هذا الـ Gate Oxid Breakdown هناك الكثير من الـ Functions التي تكون بالـ Gate Driver العملية كمثلا Overcurrent Protection مثلا فهو يقيس هنا التيار الذي يمر ما بين الدرينو السورس أي التيار الذي يمر بالـ Mousfet فإن كان هالتيار يصل إلى قيمة ما أنت تحددها مثلا فهو يعمل لك Switch Off للـ Power Mousfet لحمايته ولحماية كذلك الحمول أو Loads التي يمرر لها الـ Power Mousfet أو RGB التيار والجود وكذلك ما يسمى Under Voltage Lockout فمثلا هون إلا لم يكن عندك جهدا أو Supply كي لا تعمل بـ Switch On أو Switch Off للـ Power Mousfet في هذه الحالة بالتاليفة وسيعرفها لكي يكون إذهبا إلى Safe State مثلا فهذه كانت بعض الفنكشن المهمة التي تكون بمعظم الـ Gate Drivers هي تختلف من شركة إلى أخرى من قطعة إلى أخرى بالتالي فهذا كان مقدمة للـ Gate Driver بعد ذلك فموضوعنا هو أن نتعرف على مجموعة من الضارات لهذا الـ Gate Driver يعني كيف ممكن لك أن تعمل Discret Circuit أي باشتراق قطع مختلفة وأن تكون الـ Gate Driver هذا أولا ثانيا فقوم بالتعرف على الـ Gate Driver العملية يعني التي تكون Integrated Circuit فغالبا فهي تستعمل ولكن قبل أن تستعمل هذا أو إن أردت أن تستعمل لمشروع ما لمثلا لك فممكن كذلك أن تستعمل الـ Discret Circuit لكن قبل هذا فاليوم سنتعرف على مفهومين مهمين نحتاج إليهما قبل أن تعرف ما هو الـ Gate Driver الذي ستطبقه في ضارتك فقبل أن تستعمل Power Switch أي Power MOSFET أو IGBT في ضارات Power Electronics أو في ضارة الإلكترونيات يجب أن تعرف أن تفرق ما بين High Side Switch وال Low Side Switch فالHigh Side Switch وال Low Side Switch تتعلق بالحمل باللود واللود غالبا يكون في السيارة أي يكون عند صانعي السيارات وإن كنت تطور له مثلا Embedal System بHigh Side Switch أو Low Side Switch فأنت تعرف أين توجد اللود وبالتالي تعرف أن تختار Low Side أو High Side فهذا يجب أن تعرف لأن كذلك الDriver للLow Side هو ليس الDriver للHigh Side Switch فLow Side Switch هي تعرف بأن تكون بLow Side أي بالأسفل بأسفل ماذا؟ بأسفل الحمل الحمل ممكن يكون LED أو Motor أو Relay إلى آخر بالتالي فالحمل يكون مربوطا بSupply ممكن يكون باتري Supply والPower Switch تكون يعني السورس لها هي Ground والدران يكون بأسفل الحمل فممكن أن نعرف كذلك بهذه الطريقة يكون عندك الSupply يكون عندك الحمل هذا هو Switch يعني يكون MOSFET أو l-IGBT وبالتالي فتواجده تواجد Switch بLow Side يسمى بLow Side Switch فبهذه الحالة أنت تحتاج إلى Low Side Driver يكون بسيطا نسبيا لماذا؟ لأنه يعطيك هذا الجود VGS ما بين Gate والSource أو Gate والإمتر بحالة l-IGBT وبالتالي فهذا السورس هو دائما 0V بالتالي فالقيمة التي سيعطيك Low Side Driver بالGate هي دائما constant أو ثابتة لن يغيرها لأن السورس لا يتغير وبالتالي فالفرق الذي يحتاج إليه بالنسبة لPower Switch هنا VGS فهو سيبقى دائما constant وبالتالي فهذه دارة ستكون بسيطة بالمقارنة مع High Side Driver بالنسبة لل High Side Switch فالسويتش تكون على التوالي مع جهد البطارية والحمول مثلا في السيارة تكون مربوطة بالGround للسيارة وبالتالي فأنت ملزم عليك أن تستعمل High Side Switch لكي تتحكم من إمداد طاقة وقدرة إلى هذا الحمل مثلا فلماذا يختلف High Side Driver عن Low Side Driver فبالنسبة للسويتش في هذه الحالة هنا Source فبالنسبة للسويتش هي كما قلنا تحتاج إلى VGS لكي تعمل Switch On أو Switch Off الذي يأتي من High Side Driver في هذه الحالة هذه النقطة لم تصبح تابتة لماذا لأن في الأول لما يكون هذا Off هذه تشغل كPull Down أي أنها تجر هذا الجود إلى Ground أي يكون عندك 0V لكن لما ستعمل Switch On أي أنك ستغلق الموسفت لكي يمر التيار فهذا الجود هنا سيمر إلى Source يعني ناقص RDS On يعني المقاومة الداخلية ما بين الـ Source للموسفت مضروف التيار الذي يمر يعني ناقص الجود وهذه تكون في بعض ميلي أومس مضروف في التيار يعني جود سيكون صغيرا ما بين الـ أي هنا ستكون Source يتغير من قريبا 0V إلى قيمة الباتيري بالتالي فالـ VGS التي يجب عليك أن تعطيها للـ Power MOSFET كي تعمل Switch On فهي تتغير أي لا لم تعد تابتك Low Side Driver بالتالي فهذا High Side Driver يجب عليه أن يقوم بهذه العملية أي أنه يمدك بجود يحتاج إليه Power Switch كي يعمل Switch On أو Switch Off لذلك في الدائرة التي سنتعرف عليها والدواء التي سنتعرف عليها بالنسبة High Side Driver فستكون معقدة بالمقارنة مع Low Side Driver وهي كذلك غالية في الثمن مقارنة مع Low Side Driver بعد تعرفنا على مفهوم High Side Switch و Low Side Switch وكذلك على خصائص Gate Driver ففي الفيديوهات المقبلة سنقوم بالتعرف على Discret Circuit لكل من High Side Driver وال Low Side Driver يعني بعض الأمثلة Discret يعني ليست Integrated وبعد ذلك سنقوم بمحاكات هذه الدوائر لتعرف على سلوكها سنقوم بذلك بمساعدة Alt Spice بالنسبة للتعرف على هذا كله سيقوم بإن شاء الله في ثلاثة أو أربعة فيديوهات قصيرة وبعد ذلك فهناك شيء مهم فلما تشتري أنت Gate Driver ويكون عندك هنا Power Switch فغالبا في هذه المنطقة فأنت التي تصممها سنتعرف كذلك كيف تصمم هذه المنطقة ومعني كيف تحسب Air Gates أي مقاومات Gate وهي تكون كذلك بعض الأحيان يكون فيها Diodes إلى آخر يعني ليس فقط مقاومات كهربائية بل هناك طرق أخرى كي تربط Gate Driver بالPower Switch بهذا سأكون قد انتهيت من هذا الفيديو أشكركم على تسبوعكم والسلام عليكم